السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وبعدي وإذا سألك عبادي ولم تكن وإذا سألك عبيدي فهل هناك فرق بين عبادي وعبيدي بالتأكيد هناك فرق شاسع بين عبيد وعباد فكل من على الأرض عبيد لله عز وجل وليس كل من على الأرض عباد لله عز وجل فالعبيد مكهورون على العبادة ليس لهم حرية الاختيار أما العباد فقد اختاروا طريق الإيمان والطاع والانقياد لله عز وجل وتأمل معي جيدا قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وأي شرف وأي تكريم لأولئك العباد وقد نسبهم الله عز وجل إلى نفسه وإذا سألك عبادي فإني قريب في أي وقت وفي كل مكان في البيت والعمل والصحراء وحتى إن كنت في بطن الحوت فإني قريب بعلمي ورحمتي وقدرتي وإجابتي وإجابتي لسؤالهم وحتى ندرك مدى قرب الله من عباده فقد حذف الفعل قل وهذا هو الموضع الوحيد الذي حذف فيه فعل الأمر قل قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قال الله تبارك وتعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرقت بي شفته وبعد نصر الله عز وجل للمؤمنين وفتح خيبر مر الصحابة الكرام على واد فبدأوا بالتكبير والتهليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أي رفقا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا أجيب دعوة الداعي إذا دعان وذاك إن صدر الدعاء من قلب سليم ونفس صافية وجوارح خاشعة وكتير ما بنسمع أنا دعيت ربنا دعيته كتير جدا وألحيت عليه في الدعاء لكنه للأسف لم يستجب لي أعلم أخي الكريم أن الإجابة كائنة ومتحققة لا محالة ولكن إما في الدنيا وإما في الآخرة فإما أن يقدر الله لك ما سألت في الدنيا ويستكيب لدعوتك وإما أن يكف عنك من السوء مثله وإما أن يدخل لك الثواب في الآخرة وهو الأفضل فأنت ببساطة بدعائك في جميع الأحوال رابح ولكن الله عز وجل لا يستجيب لمن يسأل محالا يسأل شيء مستحيل ولا يستجيب أيضا لمن يدعو بإثم أو قطيعة رحم فإياك أن تقنط وتترك الدعاء فقد أجاب الله عز وجل شر الخلق أجاب إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أتدري ما هو مفتاح السماء مفتاح السماء الدعاء فليستجيب لي بطاعة الله والإنقياد لأوامر ونواه الله القولية والفعلية وليؤمنوا بي إيمانا موجبا للاستجابة ويداوموا على ذاك الإيمان لعلهم يرشدون ويهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم فلندعو الله جميعا ونحن موقنون بالإجابة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين جزاكم الله خيرا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ترجمة نانسي قنقر